أعلنت يوم أمس أبل عن سماعات جديدة اسمها Airpods Max بسعر 549 دولار يعني حوالي 2000 درهم واللي راح تكون بالأسواق بـ 15 ديسمبر راح تكون فيها ميزة إلغاء الضجيج أو الـ Noise Cancellation طبعاً وبتأتي Airpods Max بخمس ألوان هي الرمادي الفضي تقريباً الأزرق السماوي والأخضر والوردي طبعاً شكلة جداً حلو ديزاين تبعها رائع جداً ولكن كتير ناس انصدموا بالسعر أنه 2000 درهمية تقريباً بسعر الآيفون صحيح؟ حتى في آيفونات أرخص مننا يعني علي هل ممكن تشتريها؟ كل ضيارة سبعة السعر هي أبل ناوية أنه الواحد يبيع كليتو لحتى يشتري منتجاتها يعني فيه سماعات على الماركت يعني أنت تفعيني مثلاً قولي 200 درهم 300 درهم أربعمية درهم لا ألفين زيت صفر ما هاي ألفين يعني بس بالنهاية بتشوف أنه هذا بيشترون لا شك أول شي تصميمة كتير حلو فعلاً الديزاين وأنا أحيي أبل على هذا الديزاين التصميم رائع جداً وفيه فعلاً نويز كانسليشن وفيه بعض المميزات والفيتشورز اللي هو أنه عندك خيار أنك ما تسمع أبداً أي شي عم بيصير حواليك فممكن للمختصين يعني اللي بيهمهم موضوع الأوديو هو سماعات اللي على الألفين وفوق الألف يعني بالآلاف سماعات اللي أسعارهم بالآلاف يعني معظم الأوقات يعني بيكون نفس ماركات نفسوني وهاي حق بروفشينال يعني مثلاً حق المهندسين الصوتية طبعاً مهندس الصوت لك يعني اللي مجالاً في الموسيقى تماماً مختصين بحاجة هذا الموضوع بيستثمروا فيها فحلو أن نشوف أن أبل يعني وندشيون هالماركت يتنافسون مع سوني وهذه طبعاً ما تركوا شيء أبل بصراحة أبل كل مكان حين خلاص مليون بالمين